تبدأ منتصف الليل هدنة جديدة في اليمن هدنة إنسانية تستمر أسبوعا حتى نهاية شهر رمضان وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف قدمت ضمانات الاحترام الهدنة التي تهدف إلى تسليم المساعدات إلى نحو 21 مليون يمني هم بأمس الحاجة إليها وأبدأ جميع الأطراف أملها في أن يعقب الهدنة وقف كامل لإطلاق النار وقبل ساعات من دخول الهدنة حيث التنفيذ تصاعد القتال في أنحاء اليمن ففي عدن قصف الحوثيون مناطق سكنية قرب الميناء كما قصفت جماعة الحوثي وقوات صالح أحياء سكنية بمدينة تاز مع أنباء عن استقدام تعزيزات عسكرية إلى مناطق المواجهات في المحافظة من جهة أخرى نفذت المقاومات الشعبية في إقليم أزال هجوما استهدف دورية عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة ذمار وسط البلاد في هذه الأثناء شن الطائرات التحالف عدة غارات استهدفت مواقع الحوثيين وقوات صالح في صنعاء ومحافظات وسط وجنوب اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر